اشتماع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع سعادة الدكتور أندرو موريسون وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة الصديقة وخلال الاجتماع أكد معالي وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تمتد لأكثر من مئتي عام بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة التي تسند على أسس من الاحترام والتقدير المتبادل والعمل المشترك والتعاون الثنائي الوثيقة معربا معاليه عن اعتزازه وتقديره لما تشهده علاقات الصداقة من تطور ونماء على كافة الأصعدة مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به المملكة المتحدة في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من جانبه أشهد سعادة الدكتور أندرو موريسون بما تشهده العلاقات المتميزة بين الجانبين من تقدم وحرص دائم على التنسيق المشترك زاء مختلف القضايا والارتقاء بمستوى التعاون في شتى المجالات بما يلبي الطموحات المشتركة متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازهار كما جرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل دفع الجهود الرامية لترسيخ الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والتوصل لحلول سلمية لأزماتها والتغلب على التحديات التي تواجه دولها وشعوبها وفي سيق المتصل عقد الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل البحريني البريطاني المشترك برئاسة معالي وزير الخارجية للجانب البحريني وسعادة ذكر أندرو موريسون للجانب البريطاني وشهد الاجتماع مشاركة وتمثيل واسع من قبل عدد كبير من الوزرات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين حيث تم خلاله السعراض مسار علاقات الصداقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وسبل توطيدها وتعزيزها والمضي بها إلى مستويات أرحب في مختلف المجالات بما يخطب مصالح البلدين والشعبين الصديقين وقد قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وسعادة الدكتور أندرو موريسون بالتوقيع على البيان المشترك للاجتماع الثاني عشر لفريق العمل البحريني البريطاني المشترك ترجمة نانسي قنقر